يلا هيا يا شيخ بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلى قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله فصل في بانة قول أهل الحق والسنة فإن قال لنا قائل قد أنكرت بقول المعتزلة والقدرية هنا ها اللي فوق كله قرنا فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله يا ربنا عز وجل ويسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما روية عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك ما تصمون بما كان يقول به أبو عبد الله إذن أول شيء أعطاهم الوصول العامة ولا لا ها ها اللي هو تقديم تقديم ها النقل ولا لا وبعدين وعدم التفريق قرآن ثن واضح رواه واحد اثنين عاشرة الباب ها على الوصف ثبت ولا ما ثبت فإذا ثبت وصح إسناده ها فوجب القول به والتديم قولنا وديانتنا الدين كله هو الدين تعم باب الاعتقاد وباب ما هي مين هذا الإبانة عن أصول الديانة هذا الذي يريده من وقلنا هذا الكتاب جعله خاصا لمن كتاب المقالات فيه رد على الجهمية ورد على المعتزلة ورد على الأشواضة عام أما الإبانة جعلها على وجه الخصوص لمن شاعر لكم أنتم يلي تزعمون أنكم تتبعوني وأنكم تنتسبون إلي إذن هذا واضح ها نعم هكرا يا شيخ وبما كان يقول به أبو عبد الله أبو عبد الله هذا اللي صعقتهم يا شيخ يعني لو كان الكلام اللي قبل ها يقولك ينبلع عندنا شاعره أما أنك تنص على أنك على مذهب أحمد بن حنبل هذه وين ما في بخرج لأن القرآن وسنة ها يقبل عندهم على طول يؤول على ما يتفق معه مع العقل يا شيخ واضح أما قول أحمد بن حنبل وكيف بتأوله بكل ما كان يقول أحمد يقول إيش نقول نعم نقرأ يا شيخ نظر الله وجهه ورفع درجته واجزل مثوبته وقائلون ولما خالف قوله مخالفون لأنه الإمام الفاضل كل من يخالف قول أحمد نحن نفارقه يا شيخ ونخالفه ولا نعتد به ما فيه هذه ما تقبل التأويل هذه ما تقبل التأويل نعم الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين فرحمة الله عليه من إمام الإمام الفاضل والرئيس كامل الكامل هذه يقولون من الرواسب خبرين الرواسب هذه من لأنه كلمة الرئيس الكامل تطلق على أفلاطون على وجه الخصوص وتطلق على أرسطو يعني في أهل الفلسفة والمنطق وذين عندهم أعلى شيء نحن عندنا الإمام العالم الإمام انتهت لكن عندهم أعلى شيء الرئيس الكامل انتهت إليه الرئاسة والكمال في باب العقل والعلم والمنطق والفلسفة وغيرها نعم واستعمل هذا اللقب حتى حق أحمد نعم وجملة قولنا أن نقير بالله جملة قولنا يعني شنو الآن جملة القول في باب الاعتقاد والديانة جملة القول أول ذكر وعرفهم بالأصول والقواعد العامة الاحتجاد وتقديم النقل ثم عدم التفريق بين النقل والنقل ثم على المفهم الذي كان عليه من ألا إما قالوا أحمد بن حنبل على وجه الخصوص هذه اللي هي إيش سمونها القواعد اللي شوات كده ما قلت الثلاثة خلي بالله إياكم قلنا لكم يا شيخ أهل السنة والجماعة في تقرير مسائل الاعتقاد عندهم ثلاثة أصول وقواعد عامة القاعدة الأولى واش تقول لو كانت تشهد وتنطق لنطقة هذه كتبتها هنا تقديم كيف ثنتين بس كيفك هو شعر ما كتبتها بس قلتها رابطها هنتكتبها يا قلنا القاعدة الأولى تقديم والثانية واش تقول والثالثة واش تقول عدم التأويل إجراء النص على ظاهره إجراء النص على ظاهره كل أبواب الاعتقاد تقوم على هذه لأنك لن تصل إلى قضية التوقيس في الاعتقاد إلا بهذه الثلاثة ما يمكن تقول لا سمي نفسك أنك في باب الاعتقاد على التوقيس إلا بهذه الثلاثة واضح وهذه الثلاثة مثل ما قلنا أيضا إحنا ما اخترعناها ولا ابتدعناها ولا ابتدرناها وإنما ردود أفعال والله لولا أنهم ابتدعوا لما احتجنا إلى هذه الثلاثة لكن هم ابتدعوا قالوا ويش وجوب تقديم العقل على النقل تقديم قلنا تخسر إلا وجوب تقديم النقل قالوا وجوب التفريق بين الأحاد وبين قالوا لا والله تخسر عدم التفريق بين كله نقل وثبت عن الله أو ثبت عن رسول الله كله يسمى نقل يجب تقديمه واضح والثالثة قالوا ويش ها المتواتر الأول الأحاد يرد والمتواتر يجب تأويله والتأويل أعلم وأحكم وأرجح قلنا لهم لا والله الأصل عدم التأويل في باب الدين والاعتقاد كله بل إجراء النص على ظاهره ما تقبل التأويل واضح فقواعدنا عبارة عن ردود أفعال على القواعد التي ابتدعوها وابتكروها من عند عقولهم واضح وإلينا أننا محنا في حاجة إلى القواعد أحنا عندنا وأطيع الله وأطيع امتهى يكفي الأدلة يكفي لكن وضعت القواعد ربا على على زادو فزي زادوا فزدنا. نعم. اقرأ الان. الان يعرض جملة ايش باب الاعتقاد كله. جعله في ثم. هاي اللي قرأ في البيت. اقرأ من الاول ابو يقرأ. وجملة قولنا. قريت في البيت? نقدر نقفز يعني? ولا ما قرأ ايه? ايه. السكتة القوم. السكتة القوم. هم القوم ايه جماعي نعم. اقرأ ايه. ما بدها يا شيخ? ايه وش تسوي? وجملة قولنا ايه. كمان نقدر ما نقفز هنا? اذا ما نقفز ما رح نمشي. اقرأوا في البيت يا شيخ اقرأوا في البيت. لابد من القراءة وين? في البيت. اه. مستحيل اه? لا. مو مستحيل. اه. بس لاب انتي اغتفات المحاضرة هذا. كيف? عند اغتبار بعد المحاضرة يقول. انا قلت لك بعد المحاضرة مباشرة تنتقرأ بالمي. لا بس لاب انتي محاضرة في البيت. نعم. وجملة قولنا انا نغير بالله ملائكتي وكتبي ورسلي بما جاء به من عند الله. وما جاء من عند الله. كل. واضح. وما رواه. ثقات. لا نفرق بين ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله. مدام رواه. سموا لنا رجالكم. مدام الثقات هم اللي رواوا عن رسول الله فيجب ها? ان يقبل يا شيخ. نعم. انا سابع الكتاب لبانا ولا? لبانا 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 لبانا. لا نرد من ذلك شيئا ابدا. هذا رد على من? شاعر ما في كلام. نعم اقرأ. لا نرد من ذلك شيئا وان الله عز وجل. اقرأ نثبت الاستواء. ها? ليه? لورود قول الله الرحمن على العرش. استوى انتهى. اذا نثبت. ها? وبدأ بالاستواء. شوف. كل هذي قبل جمال في باب الاعتقاد. اركان الايمان وغيره. ثم بدأ بالتفصيل على ما بدأ بماذا؟ بالاستواء. ليش؟ ها عظم الصفة يا شيخ تخلي الاشعر يضطرب. ولا يعرف يمشي ولا يعرف يأكل ولا يعرف يجرب. قضية ايش؟ الاستواء. قضية ليه؟ لان الاستواء يقولون. اولا فيها اثبات الجهة لله تبارك وتعالى. هذا باب من ابواب الكفر. باب من ابواب لان الله عز وجل لا يسأل لا يجوز ان يسأل بما يدل على الجهة. اعتقاده؟ نعم 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 نعم. من اصولهم وقرروها في الجوهة وغيره يا شيخ. لا يسأل عن الله عز وجل بأين ولا كيف. الكيف حتى نوافقهم. ما يلقى كيف. في ايش من ايش مما ثبت. لكن هم عندهم اين قبل كيف يا شيخ. ممنوع. احنا عندنا اين الله؟ عاد. بل عندنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم سأل. وكلنا حفظينا. عشان غزهم بعيونهم. ها احديث في صاحب مسلم. ها مش قال اين الله؟ اين الله؟ اذا يجوز السؤال بأين ولا ما يجوز؟ وكان نبي سأل. النبي سأل بأين؟ وهم عندهم اذا سألت عن الله بأين؟ دخلت في باب ايضا من ابواب الكفر. ليه؟ اثبات الجهة. الجهة. هذا باب من ابواب الكفر. في الاستواء. واضح. الباب الثاني. انك مثلته بخلقه. كيف؟ تقول لا. لانه من استوى على شيء. ورحه شفتم ورحه. ورحه. من استوى. يا شيخ انا كلمك عن الله. وانت تمثلي وبترد عليه انه من استوى. يعني في المخلوق. دائما هذه المقارنة عندهم. قالوا العرب لا تستعمل كلمة الاستواء الا اذا على على الشيء ثم جلس واستقر عليه. واضح. فيقال استوى الرجل على بعيره. متى؟ اذا انتهى تسلق وتعلق وراحه فوق. وبعدها انجلس واستقر. ومشك بخطام ما شو دال. استوى على بعيره. استوى. وانت الان ما استوى على كرسيك او الملك استوى على عرشه. واستوى على سريره. واستوى واستوى. فالاستواء لا يكون. ها. الا اذا جلس وعلى وجلس واستقر على الشيء. وقاله. وكل من استوى على شيء فانه يكون محتاجا اليه. فالكفر الثاني من ايه؟ انك ليش مثلت؟ العلو والاستوى والاستقرار. الثالث من ابواب الكفر في الاستوى وين؟ جعلت الله عز وجل مفتقرا محتاجا الى العرش. طب احنا ما قلنا. قال بلى انت تقول انه استوى على عرشه. كل من استوى على شيء فانه يكون محتاجا اليه. انت الان مستوي على شنو؟ محتاج لو لما انت محتاج؟ ها. 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 كلكم محتاج ان الكرسي البسكين هذا؟ ها. نحتاج. نستغني عن الكرسي. والله بدونه ما نمشي. يقول بدونه ما نمشي. ما دمشي حياتنا. دمشي حياتنا. دمشي حياتنا. دمشي حياتنا. انا اكلمك عن استواء الله جل وعلا. وانت شو موديك في المخلوقين؟ يا مسكي. يا المريض. او لا. مره. كل من استوى على شيء ها. يكون محتاجا. اللي استوى على السرير. محتاج للسرير. والي استوى على البعير. محتاج للبعير. والي استوى على الخير. محتاج. والي استوى على العارش. على الكرسي محتاج. فيكم واحد يقول عن ماني محتاج للكرسي؟ في؟ ها. تبتجرب؟ ها. نسحب الكرسي من تحتك ونشوف شو صار فيك. تبتقعد يقول وراك ناس يسحبوه الكرسي ما تدريش. ماذا يشدار بك؟ تكوّد على القارش. من استوى على شيء إن يكون محتاجا فقالوا أنتم إذا اندخلتم في قضية ثبات الاستوى في ثلاثة أبواب من أبواب الكفر يا شيء بالله جل وعلا. واخترها الاحتياج والافتقار. أن الرحمن جعلتم الرحمن مفتقرا محتاجا إلى العرش. لا والله احنا ما قلنا هذا بل نحن نقول ها. العرش محتاجا إلى الله. والله لو لا الله لما كان لما ثم عرش ولا بقي عرش ولا استدام العرش. قلنا لا فناء العرش هلاك العرش بيدي من؟ كن فيكون يا شيء. نحن نقول نعم الرحمن على العرش استوى. لكن العرش هو الذي يفتقر إلى الله تبارك وتعالى في وجوده. تفضل. حال كونك مستويا عليه فأنت محتاج إليه ولا شكا. اسحب من تحتك الطيح تتكود على القعار. واضح. لا محتاج وستة. محتاج وستة يا شيخ. واضح. لأنك ركنت خلص كا قاعدة. ما الذي يشعلك الان؟ الكرسي يا شيخ. الحمد لله. الحمد لله. سخره لنا سبحانه وتعالى. أقول لا. بس خاص كرسي ينتحرك أنتم مو بالحركة. وبالحركة يا شيخ. يا شيخ لذلك عند بدأ بماذا رحمه الله شايفين؟ استواء. والله بعد ما جاب لهم أمكان الإيمان المجملة. أول تفصيل دخل فيه في رقم ستة. وأن الله استوى على عرشه. يعني نثبت الاستواء. لأنه جاء الرحمن على العرش. تكفينها الآية. معا سبعة آيات في القرآن. ها تثبت الاستواء. الاستواء. وعشرات الآيات تفيد معنى الاستواء العلو والارتفاع يا شيخ. وغير الأحاديث وهي كثيرة جدا. ومع ذلك ينكرونها. نعم. قال له وجها بلا كيف كما قال. وأن له وجها. نفس الشيء وجه. طبعا أيضا ينكرون الوجه إنكارا كليا للأشاعر. ليه؟ فأنت عندك وجه. تشبيه. قالوا وقعت في التشبيه. إذا أثبت أن لله وجها. إذا أنت شبهت الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق. نحن يا أخي نقول له ليست كوجوهنا. مستوى ليس كاستوائنا. يتكلموا ليس ككلامنا. واضح. ينزلوا ليس كنزولنا. يسمع. ليس كسمعنا. كل هذا نقول. ومع ذلك يقول لك لا أنت مشبه. أنت. أنت مشبه نعم. كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وأن له يدين بلا كيف. يبيهم والله يبيهم وربهم. يعني لا والله يريدوا أنهش. اعتوبوا إلى الله. نعم إذا أنتم فعلا تمشون وراي. وتتبعون نواة على مذهبي. وتتسمون باسمي أنا. إذا هذا المذهب الآن. هذا هو المذهب. لأن اليدين مثل ما قلنا. لا تأول. نثبتها إلا ما نثبتها. نعم. نعم. وكلتها يديه يمين. هل هي النص ممكن نأولها ولا كلتها يديه يمين خلاص. يعني ممكن نقول إنها يمين صج أو يمين كخير ككذا. يمين كيش؟ كان يعني يعطي الخير. وأن كلتها يديه يمين يمين يعطي فيها الخير. فهل بتأول ولا خلاص يمين وبس. وليش تبت أولها؟ أغسك. ما الذي يزعجك في عدم التأويل؟ ما يزعجك. الأصل عندنا في القواعد الثلاث؟ عدم التأويل. يعني خلاص. هذا الأصل. إلا إذا فيه شيء يعني يلزمك أنك تأول ولا لا؟ ما الذي يزعجك؟ أنا مدلع لك أنت. إحنا عندنا ما فيها شيء. بس. إحنا عندنا ما فيها شيء. نثبت اليدين لله تبارك وتعالى. بل عندنا نص قاطع يقول كلتا يديه. إذن كم؟ الكلتا ما تقال إلا في الثنتين. ما تقال إلا. إلا في الثنتين. وأنت بتروح منها يا شيخ. إذن لابد من إثبات اليدين. اليدين. طبعا هذا كله يعتبر عندهم شنو؟ تشبيه. تشبيه. ها. نعم. كما قال خلقت بيدي وكما قال بل يداهما بسلطتان. نعم. وأن له عينا بلا كيف. وأن له عينا. ها. بلا كيف كما قال تجري بأعيننا. طيب تجري بأعيننا. هل إيش؟ جمع جمع. جمع أعين. ها. يعني الآن جاءت العين. وجاءت إيش؟ وجاءت الأعين. إيش تثبتون؟ عينين. تثبتون كلها لله عز وجل. وجاءت اليد. وجاءت ها. وجاءت الأيدي. أقول لأ. ها. وراح يجيكم سؤال بالامتحان. تسرين. هذا موهيم. وشي الفائدة؟ لماذا تريد أن تكتب؟ لا موهيم يعني حتى. حتى ماذا؟ ما ينصى. حتى تخبص. تروح تكتب لي شيء ثاني. ما أنا أعطيتك السؤال. وقلت لك. روح البيت. افتح الكتاب. وافتح المذكرة. وافتح المسجلة. وجاوب. وأنا ما أعطيك سؤال شر. وأنت مجاوب سؤال. بل جواب بالغرب. إذن لماذا تكتب السؤال؟ أفتح المبادة. أو ما أفتح المسجلة؟ أفتح المسجلة. أفتح المسجلة. أفتح المسجلة. واليدين والأيدي فنحن نثبتها لله تبارك وتعالى فما قولكم دام فهركم تعليقك تعليق عقدي أو العين والعينين والأعين وكلها جاءت في النصوص ويمكن يجيب لك الآيات أيضا كلها آية اليد واليدين والأيدي آية العين والعينين والأعين تجري بأعيننا فهل نثبت هذا كله المفرد والمثنى والجامع المفرد ليفرد السفر والدير والتعليم والسفر البتنية يعني نثبت أن لله أيدي يدي بس لهم تثبتوا كل دكتور تثليا لا تقبل التأويل والجامع ما سأل لك عن هذا الآن يقول لك هذا جاء هذا جاء هذا جاء في القرآن فنحن نثبت لله اليد ونثبت له اليدين ونثبت له الأيدي فما قولكم دام فضلكم تعليقكم دام فضلكم يقول لك جمع المثنى جائز وأنه انت تتبع إلا الله فأصلاح كله شيخ الأول الجمع الحمر ونثبت 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 نثبت تثبت نعم كل من أثبت أنا في الامتحانة بحط له صفر حق أو لا كيف لا نثبت يعني ها قرآن قال قرآن قال شذي قرآن قال قال شذي اي لاش اللي بيقال كلتا يديه يمين ايدي النبي يقول لك كلتا اليدين في الله عز وجل يمين وانت تقول لا انا اؤمن بالله عز وجل الذي له ايدي ويد ويدا بعدين نفصل اكثر فصل ايه اتبات اللي سيكة اتبات 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 اللي سيكون تأويل كان الحديث يكون تأويل الآية كان الآية تكون مجملة وتأويل لأن وحنا جئنا هجبنا وياكم على مادة الخطر وما درسنا حقيلة هذه المادة قبل قليل قبل قليل قلنا القاعدة الأولى قلنا تقديم النقد قلنا علم الكثير بين النقل والنقد وبعدين قلنا اجراء النص على الله يريد هل في قول الله عز وجل تجري بأعيوننا ما هو الشئ الذي يجري ما هو الشئ الذي يجري هل ظاهر الآية أنه سفينة نوح تجري في أعين الله جل وعلا بحب الله من قال معناها إذا قلت هذا الكلام المن قال لي أكفر منك من لغة ربية تجري بأعيوننا هل المراد أنه سفينة تجري في عين الله أعوذ بالله الله يرى إجراء النص على لا ظاهر هل يظهر من هذه الآية أن هناك أعين وأن السفينة تجري أنت سوف الآية شوف السيارة شوف السيارة الشيارة مثل ما قلنا أو كالذي مر على قرية فاسأل القرية هل القرية هنا أو القرية هنا بنفس المعنى لا السياق يحدد المعنى الحقيقي للكلبة فليس المراد هنا في العين الحقيقية يا شيخ وإنما المراد أن السفينة تجري برعاية خوف موج كالجبال يا شيخ السفينة ها فوق جهت تضرب تنطع السفينة يجي خوف كلما يجي الخوف فربنا ضمن قال أبدال لا تخاف السفينة تجري برعايتنا وعنايتنا وحفظنا واضح هذا المراد قال قال روح وعين الله سمعاك المراد العين ها رد عليه هذا السياق الكلمات في سياقها ها تدل على أكثر من معنى يا شيخ هنا معنى وهنا معنى السياق هو الذي يحدد المعنى فليس المراد بالأعين هنا العين العين الماصرة وإنما المراد بالأعين وتقول العرب تستعملها العرب عندها الكنايات والعرب عندها البدلات عندها كل شيء العرب عندها أي شيء لغة عظيمة جدا تجري بأعيننا أي برعايتها وحفظنا أبد لا تخاف أبد أطمع أنكبر المخدر 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 واضح 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 نقول واضح هذا بس أمي يا رتاو بس أمي يا رتاو بس أمي بس أمي بس أمي بس أمي سياق سياق لازم يكون عندك قدرة في اللغة العربية لابد تشوف السياق العين هنا ليست برادة لكن هذا الشلوب من أساليب العرب هذا الشلوب من أساليب العرب واضح قلنا الربع عز وجل يحفظك بأمره بعنايته بالعبار بحفظه واضح مبعين لكن هذا هكذا تقال هكذا تقال واضح واضح نعم يقول الواضح وأن من زعم أن اذروا في البيت ما تكرروا نعم وأن من زعم أن اسماء الله غيره وكان الضال هذا رد عليهم من زماء رد عليهم هنا إذن يرد عليهم اسماء الله عين الله ولا اسماء الله غيره نعم شوفوا الحمر هنا ويعتبروا هالطوضية عقلية عقلية هذا رب لا إله نعم نروح رمضة عشر نعم نقفز ونقول إن كلام الله غير مخلوق وإنه لم يخلق لم يخلق شيئا إلا وقد قال له كن فيكون كما قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون وأنه لا يكون في الأرض لأن الكلام قبصوا فيه الأشاعر كثيرة جدا نعم هذا الواضح جدا هنا أنه إيش يرد عليهم إذا قول الأشاعر ينتهي إنه القرآن مخلوق لا ما عليك من فنسفة اللي يلفونها يقولون لا القرآن هنا كلام نفسه كلام لا لا هذا القرآن الله تماما كن نعم وأنه لا يكون في الأرض شيء من خير أو شرين إلا ما شاء الله وأن الأشعر نعم هذا في باب العجل نعم في فعل الله انتبارك وتعالى كله نعم هذه كلها نقاط ضروري تقرؤونه في البيت وأنا الخير وهذا كله في باب القضاء والقدر ونرجع هذه مرة وشكال قال ونقول إن القرآن عشرين ونقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن من قال يخلق القرآن فهو كافر وكلهم قالوا من قال القرآن مخلوق فقط كافر كافر وهذا أبو الحسن هنا يش يقول من قال القرآن مخلوق فقط كافر حسن فقط غير طالبون هل يجب يؤمن كيف لا تشوفوا محمه الله كلمة تعيم المحمد والشاكل وإحمد ما يقولون فهو كافر يقولون فقط كافر كافر وشيك ومش الفرض مش الفرض أنا أعمى كابله عشان كلها فهو كافر تكفر فعل تكفر العين كافر فعل خلاص ما خرط هناك بله بس إن كلامه كفر يجب اه كافر أما فهو كافر خلاص 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 يكتر يكتر لان التحبان منه الرجل اه تعيذ من من ينتشفوا اليه يا شيخ اه خضر يكتر رحل غير طالب العلم يجب أن يؤمن بكل هذه الأشياء هذي أن رب العالمين له واجه منك ولا خلاص رب العالمين مبس غير طالب العلمين ليش 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 لا يشبك لا الله لا يثبت ولا يعني ما يدري ما هو ولا يعلم لا يعلم لا يدري ما لا يعلم تعلم أن كل ما سأثبته الله لنفسه لا تقل معاه بالتفصيل ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى السماء الدنيا الله أكبر الله يرحم أحد المشايخ كان مدير عام جامعة الأزهر وبعدين صارت بينه وبين مشايخنا علاقات وكذا فانتدبوه للتعليم في الجامعة الإسلامية وجاء في قسم الدراسات العليا ويدرس وكان لطيفا جدا الله يرحمه رحمة واسعة وهو أشرف عليه في رسالة الماجستير فترة قصيرة جدا إلى أن انتهى عقده وبعدين بيرجع فالشاهد كانت عناتي معاه كثيرة جدا وفي الطريق وانا بوصله إلى جدة بيسافر على طريق البحر بيرجع إلى مصر قال ماني بروح بالطيارة بروح بالبحر بياخذ أغراضه وكلها الأغراض الشقة وهذا الشاهد وصلناه يقول لا لا يعني جزاك الله خير استفدنا منكم قال لا قال أنا الذي استفدت لا إله إلا الله قال صحيح لا شك لكن أنا استفدت أكثر يقول من استفادتكم مني وكان لطيف جدا وكبير في السن كبير جدا فيقولنا الحمد لله استفدت أني بجيتي هذه هالسنتين في المدينة يقول غيرت كثيرا من العقائد اللي عندي سبحانك ربي شوف الإقرار وهذا قليل اللي يقر بهذا لأنهم الأصل يوم يجون يعني يجي يدرس عندك طبعا يبوني الوظيفة لكن على أنه يعني هو أعلى رتبة بكثير جدا يعني مو بيستفيد أنت بس بفيد يعني عرفت كيف يعني يقولون العلم هنا والعلم عندنا والفقه عندنا آآ كل شي عندنا كل شيء كل شيء عندهم فالشاهد رحمة الله عليه كان يقول والله يا ولدي أنا استفدت أكثر بكثير جدا مما قد أفدت قلت له قال أنا الحمد لله كنت على عقيدة فالآن جيت يعني على عقيدة أخرى والله الحمد والمن هي عقيدة الأمة وهي عقيدة الصحابة وهي عقيدة كذا قال لكن أكون معاك صريح قلت لا تفضل شيخنا قال قال كل الأشياء اللي كنت أنفيها وأو أولها الآن أنا أثبتها قال لكن يعني في حاجة وحدة أنا ما قدرتش ظهار الله خير يا شيخ شنو اللي ما قدرت قال والله مع أني قال لكن بإذن الله بإذن الله رح يعني أنتصر يعني أخليها مثل بقية الصفات اللي أنا رجعت عنها قال لكن هذه إلى الآن خلال السنتين ما قدرتش كنت يعني كل ما أجي عندها لا لا لسه لسه شنو هذي واذ سبحانك ربي الاستواء والنزول يعني أضداد شايف كيف الاستواء الاستواء بعد أهل الملوى الاتفاع فالنسكين يقول يقول كل ما كنت أجي وأحاول أني أقرأ أقول لا لا لسه لسه يا عوض الله هو اسمه عوض الله الله يرحمه يعني لسه لا الحين ما أصبر شوي بعدين تخوض فيها الصفتين هذين الاستواء والنزول يعني هذه كذا وهذه يعني كيف كيف تم بالعب لكن هي هي قت في القرآن وقت في السنة يعني الصفة موجودة في القرآن وموجودة في السنة لا شك يعني إنسان إلى تسعين سنة وهو على عقيدة معينة صعب إيش إنه إنه يغير سبحانك ربي نعم وأن الرب عز وجل يقول النزول شايف النزول مسألة مهمة جدا يا شيخ نعم سائر ما نقلوه واتفتوه خلافا لما قاله للزيغ والتضليل ونقول فيما اختلفنا فيه ونعول فيما اختلفنا فيه ها على أسمع يا شيخ أيوة على كتاب ربنا تبارك وتعالى وبعدين رغم اثنين ها ورغم ثلاث وأجماع المسلمين وهل أجمع المسلمون على عقيدة أيام الصحابة والناس مختلفين يقول لك كذبت والله الصحابة مختلفوا في العقيدة يا شيخ أبدا تحداهم شيخ الإسلام من ذلك الزمان يا شيخ مع أنهم حاولوا وجمعوا إلى اليوم تعال في كتبهم كلها يذكر لك الخلافة اللي حصل في عهد الصحابة طبعا في باب العقيدة لكن شي يجيب المثال حديث بني قريضة ما عندهم لأنه ما عندهم يجيب لك حديث بني قريضة ها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلي أن العصر إلا في بني قريضة في ناس صلوا بالطريق ناس ما صلوا ناس ما وصلوا إلى بني قريضة إلا بعد دخول وقت العشاء أيضا يا شيخ ناس جوا المغرب صلوا العصر وراها المغرب وناس جوا صلوا العصر ثم المغرب ثم العشاء يا شيخ قال اختلفوا الصحابة هذه عقيدة طبعا وجدوا بغيتهم بعد ذلك ولي قال هم إياها الرازي ومدروا منه وين قال اللي اختلفوا في مسألة العقائد أيضا قال عندنا مثال هو طبعا ما عنده غيره ش اللي جابوا قالوا عائشة تقول من زعم أن محمدا رأى ربه فقد كذب وفي رواية فقد أعظم الفريتة على الله وهذا عبد الله بن عباس سئل هل رأى الرسول ربه قال نعم رأى الرسول ربه إذن عبد الله بن عباس يثبت الرؤية وعائشة في الرؤية وجدناها 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 بالحلل هذه موجودة في كتبهم يا شيخ كل كتبهم ما لقوا ما لقوا ما لقوا إلا هذه يا شيخ فدندنوا عليها من ذلك الزمان إلى يومنا هذا أن الصحابة أيضا اختلفوا في العقائد عبد الله بن عباس يثبت رؤية النبي لربه وعائشة تنفي رؤية النبي لربه فما قولكم دام فضلكم أحسن استني والله نعم نحن نقول لا شك عائشة تنفي وعبد الله بن عباس يثبت والنفي والإثبات ضدان والضدان لا يجتمعا ولا لا ولا يرتفع واضح لكن نقول له نعم الضدان لا يجتمعان إذا كان في محل واحد أما إذا كان النفي يتعلق بشيء والإثبات يتعلق بشيء آخر فلا تعرض هذا موقوف وهذا أيضا موقوف حديث عائشة موقوف أشمو مرفوع أو موقوف موقوف يا شيخ أحنا شك قلنا قلنا نثبت كل ما أثبته الله التوقيث يعني شنو عقائد ولا لا والعقائد ما بدأها على ماذا على التوقيف يعني شنو التوقيث لا نثبت في باب العقيدة إلا ما ثبت بقال الله أو قال ليه يا شيخ ما في صبر ها ما في صبر هصبر شوي هصبر شوي أحنا الآن قلنا نعم العقائد الأصل فيها مبنىها على ماذا التوقيث والتوقيث يعني شنو قال الله ما في صحابة ما في صحابة ما في صحابة مو قلكم ما درسنا عقيدة واحد ما في صحابة ليش لأنها عقيدة وينك من الصبح والعقائد توقيف ليش توقيف عرف العقيدة وشنهي نرجع صف أول نعرف العقيدة ما هي العقيدة وش تعرف العقيدة معيب تعرف العقيدة ها دائما يدندنون على هالكلمة هذي أو أقبح من هالكلمة ما في يقول ما جزم به القلب ما جزم به أو لا طيب الآن قلبك يجزم إن هذا باب وذاك شباك أو في تردد هذا باب وذاك شباك هذا يمكن أن يكون شباك لا لا أنا عن هذا بس باب أو لا إذن هذا هذه عقيدتك هل العقائد إنه هذا باب القلب يجزم في أشياء كثيرة جدا وهي ما تدخل في مسائل إيش الاعتقاد العقيدة ما هي العقيدة هي عبارة عن مجموعة من المسائل مثل العبادات العبادات وشنه الدين عقائد عبادات معاملات صعي ولا لا واخلاق ولا لا كل وحدة عبارة عن إيش عن مجموعة من المسائل هذه المسائل نسميها عقائد هذه المسائل نسميها عبادات وهذه المسائل نسميها الأخلاق والمعاملات إيش الفرق بين هذه فرق عظيم جدا لذلك قلنا الدين ثلاثة أبواق العقائد من كل المسائل اللي في باب العقيدة هي أمور غيبية مجموعة من المسائل المسائل الغيبية يعني شنو الغيبية يعني غيبها الله عن مجال العقل ومجال الفس غيبها الله بخلاف العبادات وبخلاف المعاملات هذه غيبيات والغيب ما ناخذه إلا من الله ورد قل لا يعلم الغيب سبحانه ربي عالم الغيب والشهاد فلا يظهر على غيبه إلا من ارتضى من رسول فكنا في عقيدة واحد نقول لو جاكم أبو بكر الصديق وقال لي أخوان تعالوا أنا عندي مسألة غيبية يخذوها مني مسألة في العقيدة غيبية يخذوها مني ها ناخذها نقول لا يا أبو بكر أبو بكر أنت هنا أبو بكر أنت هنا على العين والرأس لكن الغيب الغيب إلا يحتاج قال الله هذا جبت من رسول الله قال لا لا هذه من عندي أنا لا أبو يا أبو بكر من عندك أنتو علمتونا القواعد الثلاث ومنكم أخذنا القواعد الثلاث أن الغيب ما ناخذه الله عن الله وعن رسوله لذلك العبادات فيها إجماع المعاملات فيها إجماع العبادات فيها قياس المعاملات فيها قياس العقائد لا إجماع ولا قياس ولا قال أبو بكر ولا قال زيد ولا قال عبيد قال الله قال رسوله لأن الغيب لا يعلمه إلا الله ومن ارتضى والرسول لا يعلم كل الغيب بل يعلموا بعض الغيب الآن نرجع لي مسألتنا عسيتنا مسألتنا وشن هي خلاف عائشة وعبد الله بن عباس نقول يا شيخ هذا حديث موقوف وإذا اسمه حديث موقوف يا شيخ أصبر عابه بصابر موقوف موقوف ولا مرفوع موقوف أنا أعرف أنه عندنا شيء يقال أنه موقوف لكن حكمه حكم الرفع فيه لكن أصله الآن هذا موقوف ولا مرفوع موقوف وهل الموقوف يقوى أن يعارض المرفوع في باب الغيب اللي قاعدين تقولهم باب الغيب وباب الغيب باب الغيب نحن عندنا النبي صلى سلم بعد ما جاء من المعراج والإسراء يوم تكلموا سألوه الصحابة يا شيخ يا رسول الله هل رأيت ربك ما دام جبريل وقف جاء في مكان جبريل قال أنا هذا حدي يا رسول الله أنت هنا تقدم أنا ما أقدر أنا هذا حدي الصحابة فرحوا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بلغ مبلغا لم يبلغه جبريل ولا لا فمن الشوق العظيم وهناك لما رأى سمع كلام الله مباشرة من الرب إلى محمد صلى سلم فأخذهم الشوق يا رسول الله هل رأيت ربك تكفى شفته ولا ما شفته واضح مثل موسى يوم سمع كلام الله على طوله ش قال الشوق ربي أنا لي أنظر إليك يجمع ها الكمال في اللذة والسعادة فهل رأيت يا رسول الله هل رأيت ربك وش قال والحديث في البخاري وفي المصر قال نور أنا أراه قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره فهذا النبي صلى سلم بنفسه ينفي الرؤية فإحنا لو سلمنا لو إلى الآن لو سلمنا برواية عائشة وبرواية عبد الله بن عباس فالموقوف عمره في باب الغيب لا يعارض المرفوع هذا باب وروح ندورنا يا شيخ مثل ما قال الشيخنا شيخ حماد الانصاري والله يقول مسكنا مشند الإمام وكتب السنة كلها دور إلى أن وجدنا رواية عن عبد الله بن عباس في مسند الإمام أحمد والرواية صحيحة الإسناد يقول نعم رأى رسول الله صلى سلم ربه بعين قلبه لا بعين رأسه لا أنا بعطيك الأصول اللي عندنا يا شيخ الأصول أن الموقوف لا يعارض المرفوع بالأصول أن الغيب لا يأخذ الله عن الله وعن رسول الله صلى الله فرواية عبد الله بن عباس يثبت الرؤية لكن أي رؤية رؤية القلب يا شيخ وهي العلم وعائشة في الرؤية العينية إذا انت عارضا والله هم يعرفون لكن كتموا رواية عبد الله بن عباس اللي تبين وخلوها على أن الصحابة شنو والله لو كنتم أنتم عقلاء لو كنتم من أهل السنة ما تفرحون أن الصحابة شنو اختلفوا لكن هم يبون حتى يبرروا خلافاتهم يا شيخ ما تصابر من الليوم أنا بريحك لكن ما فيك صبر يا ولدي واضح فوالله رواية عبد الله بن عباس لا تعارض رواية لكن لو افترضنا أنه في تعارض نقول والله كلاهما لا يقارن ولا يقابل بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح نعم شكرا